مرحبا بكم من جديد 29 دقيقة كنا نسمع وفي مرسوات يعملوا 66 كيف موزيكا متنوعة تلقاوها لهنا على موجات راديو ميد وخاصة في برايم تايم تونسكم حتى للعشرة امتع الصباح باش نشيكون عشرنا إلى التغيرات المناخية الكبيرة لقاعدة تشهد عدد من دول العالم وخاصة تركيا في اللي يمات اللي فاتت تقريبا الصور والفيديوهات اللي جاتنا تأكد الشيء ذي موجة برد غير عادية تساقط كمية كبيرة من الثلوج وتسبب حتى في غلق مطار اسطنبول وكان شفنا حتى بعض الصور والفيديوهات اللي جات من داخل مطار اسطنبول المسافرين اللي كانوا أعلقين ومنجموش يروحوا ديجات حتى برشة تساؤلات حول الناس وتوينسا الموجودين في تركيا نعرفوا احنا عنا برشة مسافرين تقريبا اللي يمشي حوس في رحلة سياحية واللي يمشي زاداك في كيف للتجارة وغيره في قضية مصالحهم برشة توينسا قاعدوا عالقين بسبب غلق المطار البارح الخطوط التونسية تأكد انها استأنفت السفرات متاحة في مطار تونس كرتاج الدولي في تجاه مطار اسطنبول بعد الغلاق المؤخرا للمدارج متاع مطار اسطنبول وأكدت شركة في بلاغ لها انه الرحلة سبعتاش ميتين وستاش اللي كانت مبرمجة نهارة الثلاثة خمسة وعشرين جانب في الفين واثين وعشرين بش معناها قامت ايمس بش ولا صارت ايمس بش يتم نقل التوينسا الموجودين ولا المسافرين عامة الموجودين غادي الأكيد هذي الكل بش يعمل معناها تغيير في حركية السفرات وتواريخ وموعد متاع السفرات لأنه برشة وانسا الحقيقة حتى على صفحات التواصل الاجتماعي وجه ونداءات لضرورة التحرك لترحيلهم كان الأساس بب نصور خارج على إرادة التوينساغ ولا أي خطوط أخرى بسبب غلق المطار هذي ولكن اللي شفناه الحقيقة من صوري خلينا نحكيه اليوم على تغيرات مناخية كبيرة حتى درجات الحرارة سوفيان تقريبا اليوم الصباح معناه في بعض الولايات ثم أرقام قياسية تم تسجيلها من عرش إذا كان بطبيعة الحالة هذية عادية ولا صايرة أقبل على كل حال تغيرات المناخية هذية خلينا نحكيه على برشة مواضيع أخرى ولكن على الأقل فيما يتعلق اليوم بالتوينسا الموجودين غادي من عرش إذا كان باش تصير رحالات مدعمة لإجلاء التوينسا على الأقل الموجودين في المطارات ولا في بعض المدن في تركيا هو حق العاصر اللي ضربت خاصة تركيا واليونان لدى اليونان عندهم وضعية خايبة يسر ولقاه واحد عمره ستين سنة متوفي وتركيا بين سور مطار اسطنبول تعرف مطار اسطنبول هو المطار الأكثر عام 2021 اللي تمل أكثر فيه ترافيك أوروبا بكلها لأنه عندهم هاب ويمشي للعالم أجمع بين الشرق والغرب واستنبول تعرف مدينة مقسومة المدينة الوحيدة في العالم اللي مقسومة معناها كما ما بين أسيا وأوروبا معناها كما تركيا الأناظول من جهة وتركيا الأوروبية من جهة أخرى اللي معناها سما قنطرة كبيرة دائرة تجمع بين هذو من الجوز النواحي وشكودار والمطقة الأخرى كذلك اليونان وين العباد قاعدوا في بريفيريك ومن الجموشي يتحركوا وفي الأخير بندوا سيارات المتاحة مهربوا ومعناها ستكون قايدين لحتى بالصورة تقالهم معناها كيفاش أنتم نخليتون هكا لكن هذه كانت فوكس ماجهور معناها صار في مطار اسطنبول بيانسور العباد خاصة سما ناشك يجي مروح لبلاد ويقشقش بما زادوا من فلوس في بالو بشي يطلع في الطيارة ويقعتلوش البصروف صحيح سما سوا لم تعد طيارة جيت من كاركاس ومتار اسطنبول الوحيدة اللي سما بيست ما زلت وفالت وهابتت فيها لكن من بعد داعات فيزي بيزي تلعات حد جاي وبالتالي باقترباسيون هذية نجم الدوم جمعة ولا حتى جمعتين بشهم بعد يرجوا إلى ناسق طبيعي باعتبار إعادة هيكلة الحالات يبقى على هذا المستوى كذلك وأنه يجم التواقم من متاع البلدان صفرات ولا بشهدولايات ولا بكونش قناس يكونوا حاضرين يكونوا حاضرين في ظروف محددة وإذا كما يجموش يتنقلوا خاطر تحن صفرع في أنقرة معانا قنصلات عام في اسطنبول يرقاوا فرص كيفاش يتعاملوا مع صلات ريسة حركة تركيا وما يشابه الحماية المدنية عندهم وغيروا بش على الأقل سما مواطنين علقين وأنا شفت شهادات لبعض منهم هبتوا الصور وغيروا وقالوا يا جماعة لنا بلاي ميكلة بالشر اللي جابوا لنا ميكلة لأول وهما نفسهم ما في برهمش نهال ثلاثة خاصة كانت الزروة وتواسط البلح اليوم ما نراشي شيئا الوضعية بالضبط أما أنتوكا قالوا معناها الشر وشبانتر معناش حتى بش نيكل ولا بش نشربو ثم نيش يعاونوا في بعضهم ثم نيش مازلت عندهم شوية فلوش قاعدين يكتشبوا ماذا بينا تدخل حتى معناها مش شف ديسكان بتاع تونسيا الغاديكا الممثلين بتاع قنصولات بتاعنا الغاديكا لأنه ثم مواطنين علقين تعرف اسطنبول يمشيوا لها ياسر ثم نور الدنيا ويمشيوا لحالات وثمان يمشيوا يسرعوا ثم يمشيوا يعرصوا يقالوا غاديكا ثماني يعديوا شهر العسل في اسطنبول ثم دايما لحالات بنظمة لإستنبول وهي اسطنبول أنا شخصيا من المدني شفتهم في حياتي مدينة اسطنبول إستنبول بقي فيها رهبة وفيها جمال وفيها رونق وفيها حاجات معناها خارقة للعادة المفروض وأنه يتحركوا ياسر بالنسبة لتونسيا اللي بينشوي لإزامها تبرمج كذلك وقت اللي بشيقة رحالات تبرمج رحالات إضافية لإجلاء التوارسة موجودين غادي لأنه ما نجموش الناس لا يهزوهم الوتلة لا يهزوهم كل شيء يوقف معناها شفت تصور حتى في اسطنبول آلاف سيارات مطيشة في الشوارع قتلك في اليونان يرقى واحد عمره 60 سنة مية هو صندوم يسير فيك مية من برد كرهب طوى الدولة قالت هزو فيهم بلتراكس في اليونان وفي اسطنبول معناها يبعدوا فيهم خطرهم تعرف معناها أسينا وإلا اسطنبول من أكبر المدن ولي فيها عدد كبير من السكان وفيها ترافيق روتية كبيرة دونك الحق والله ما يعجبش بالكل إن شاء الله وأنه الصلاة بتاعنا تدخل لإجلاء التوانس الموجودين غاديك لكذلك مد البعض منهم لأنهم مدامهم في مطار مدام المطار مطار اسطنبول ما زلت كزلت ومعندي خياسر معناها تعوشار ونص معناها مطار في كل شيء تلقى معناها كافة المرافق وغيره لكن تشري باليورو معناها الصندويتش بكل حسب مش تراية توانسة تمشي مش تسلع ديجال الفلوس اللي كل تحطهم في القضية ولا كما قلت أنت وتروع بربي خلينا زدان نقول ثم البرحة وبرحة لولا فيديو قاعد يتم تداوله على أنهم التوانسة هما الموجودين في المطار توجدت برشة جنسيات في مطار اسطنبول ثم برشة ناس مش فقط التوانسة خطر قالوا فقط التوانسة وكل الدول مش فقط التوانسة صحيح ثم أكيد التوانسة اللي قاعدوا في المطار ورغدين لكن ثم برشة جنسيات أخرى مش فقط التوانسة كاولي قاعدوا ملاوحي تعليقا على الفيديو اللي تم تداوله مثل في ديباشم ترافي قريتا البلح ثم واحد مواطن يوناني اسمه دونيس دونيسيس كوركا كيس من أثنى عاملو تسار وسببين عام يقول جنبا دياليسيتي دياليس دياليس معنى شوزاو في ديال من هات لسنين في ديال سي لانت حشوما سي جيتي بلو جون جو كي ترى لغريس كن كون سغيل نخج من البلد هذي يعني في ديال ديال عبريس تشعر دوحات شاي دونك بيانسور عالقين يس الارجنسيات وغيرو وشوف معنى 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 سلاق دين في ديال وينحوط الفريجيات معنى في ظروف الحق صعبة جدا الحق مش كان تونسا بيانسور لكن كذلك مفروض أن تونس زالها تتحرك خاصة وأنه جالية كبيرة تمشي ودي على إسطنبول عن علاقات تاريخية عالقة بين تركيا وخاصة الفلوم تونسا يمشي لإسطنبول بشكل كبير تونس المغرب تاريخية ويصدعون منهم مغير وثانيا ينزد لأنه بليش فيزا لأنه بش يعطي فيزا يقعد يستنى وما يعطي وش من نقصين في الفيزا تغير في أوروبا ثانيا لأنه كذلك نمط الحياة تمتحهم في إسطنبول يعني تونسا يمشي ويسر التقسيم ويمشي من القلات يمشي لأي قلات السراي البلايسة هذه معناها اللي يقاه قريبة ولو أغلى هي من ثم فيها حاجات معناها في الماكلة أو في المربي يشري ويسر حاجات بيسر كل واحد يحكي كان عن هو عايش ووضعيها كيف من هك معناها إذا كان ثم الدولة تعرف أنت برشة وين سيمشي لها ويصير فيها التغيرات من أخي بالطريقة هذية مش المفروض أن يكون ثم جوي في العالم ولا في تركيا ولا في كل دولة معك تبدأ بلاصة معينة فيها بشي صير تغير مناخات كبيرة عاصفة كبيرة كما نهك هو طول كميات كبيرة من الثلوج حاجة ممكن تغير ولا تأثر على المواطن التونسي كيف يسفر الدولة هذيك مش يصير تحذيرات مصباح والله هو هو ساعد التلاك واليوناني هما نفسهم تفاجوا مرغم انو هذي ما من يتوقع حسب الله كانش منتظر لاتهم عاصفة غريبة في وقت معين لكن اسطنبول انا حتى الضيقاء يقولي ماشي اسطنبول في الشتين قلوا رد بالك ولا يتبرد ولا يتسلش هذي عاصفة كبيرة تغطات تغطات الحركة قبل تلقى السلش في اسطنبول ويخزوا لعبين ويعملوا يعملوا تصاور ويلبسوا معناها بلق داوي ويشبر قهوة ويشبر قهوة ويشبر قهوة ويشبر قهوة ويشبر قهوة حتى جنب احتفالي الحق هذي عاصفة جيت بشكل مفاجئ حتى لهم هما رو روما الاف عشرات الالاف بالمئات الالاف من المواطنين في خاصة في اسطنبول خلوا كرهبهم عشرات الاف الكرهبمتائشة في الشوارع يعني ناس هاربة بجلدها بش اما بش تسلوا مشكلة متاع دم متاعه ويشبر قهوة من البرد خاطره هو شو مصير معناه زيرو دوكري احنا في تونس انا شخصيا عمري ما شفت انا معناها طويل ديما نختم الصباح بكله سنوات عمري ما شفت وزيرو دوكري كما شفت مقولت البالح شفت زيرو دوكري واليوم ما زاد اه 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 هنا في القارع متاع طيمان وهذا يسمى ابرد راح في نابلة ولا هنا هنا طوال يوم في جيش دوكري معناها سما بلاسة تلقى سبعة ما تعرف خطر عندك جيبياس وعندك الوحد في الكرابة حتى الكرابة قتل يرد بالك سما فيلق لا بشير البرد معناها بشيوليك وانو سما تغيرك ونخيز مناخذ هذا ما عندي اعتبار انا شو نقول ننصح لعباد اما ما يسافروا في فشتاء المدن بلدي خطر احنا ما نجموش نتعاملوا مع البرد سانيا يخليوا ديما نحن تونسا معروف ما زالوا مئة وعشرين دينار يقعد كان عنده ثلاثة واربا روات وشيش حويجها في الطيار عوالد بوزماء وبقيها يجي ويقعد بله نقولولو اعمل هك حتى الحيوانات السناء لو حصلت الكلب يعرفوا السناء مرضو تيسر من الموجة في طول ولو كيبدأ بسه مش أمطار ويجي البرد يودي أصعب بيسر كي تبدأ سماء أمطار وكي بدأ سلجها كي البرد جيف عامل عواصف السلجية حتى واحد ما يستنع بالنسبة للإسطنبول ما نظن وش كان سماء أمكانية كانوا نجم وخبروهم مقبل لأنهم هما نفسهم الترك تفجأوا بالمسألة وقعدوا في مشكلة كبيرة والمطار بتاعهم محمد وصمعة كبيرة يسر في العالم وهو بوابة معنها مش تمشي الإيران تمشي على إسطنبول مش تمشي للخريج تمشي على إسطنبول مش تمشي على موسكو الموسكو تمشي على إسطنبول مش تمشي المغرب العرب يجي على إسطنبول جاء في موقع استراتيجي عندك هسرا وفي بريطانيا وخاصة جيش اللور في ألمانيا وإسطنبول في تركيا وفيه متجهات كبيرة كما تقول مش تمشي على دبي ولا على الدوحة الإشكاليات الحق ما نظرش كانوا نجم وينتظروها آما مع تغييرات المناخية مش تقع الظواها الغريبة ويمكن لو سناء وارد جدا وأنه كما جاءنا أسخن صيف من عام تسعمين وخمسين يجي أبرد يومين يمكن بشي جي نشتي بش يتوصل حتى المر وهذا كاليش مهم جدا اليوم المشاركة في الدراسات والبحوث اللي تعنى بالتغيرات المناخية على المدى البعيد في العالم الكل وثم قاعدة تصير بحوث وقاعدة تصير تكاهنات حتى في سنوات فارتا كنا خذينا وحكينا برشا مع مختصين في الشأن المناخ يقولوا أنه في السنوات القادمة توا عام والعامين التالي يقولوا خاصة بعد الفيضانات اللي صارت وقته في نابل يقولوا في السنوات القادمة بشي تصير موجة متاعي أما برد ولا حر شديد ونصمة تغيرات لازمها تأخذ بعين الاعتبار أحنا زادا في تونس لازمنا نخدموا على الموضوع هذا وعلى البحوث هذه لأنها اليوم أوليت مهمة وهي سيركل راهي مربوطة بارشا حاجات أخرين أحنا مرش قادين نحقيق نعطي لا مرش قادين أحنا نحق توقي شاركزا في كوب 23 وحتى الكوب 26 وكوب 21 أعطوا أرقام غيرو مع عداء المشروع اللي عملوه في سليمانو ومشروع موجود من وقت بناليهم عملوهم على المال على متداد 7 كيلومتر قوي في الشتيتة ها وشوف انت في شرط حبامات كيفاش السناء كي بوقتي اللاك عملنا لترافو جبنا رملي من راسل فارتاس وغيرو من بعد جاكي ما تشونا من صغير اضرب حلق الواد والكرام وخير الدين وصلاب وغيرو ولا تمعتش فيها شتيت أنا كنت صغير كان يكوروا فيها وكنا نحوزوا كانت فيها سقالات وغيرو معلها من المال لأكتوبر نقعد في الكرام ما احنا صغير وغيرو لكن طوى معاتش موجود الشتة ذاك نفس الشيء بالنسبة الحمامات يمكن مرتبط بالحمامات المشروع اللي تعمل ودراسة الكوران ولا كذلك الطريق اللي تعاملت بحث السور كانت تحتها ثم كما القنوات تسكرت وثم أشكاليات كبيرة عما الحمامات عبرنا موصلنا كما سنين وين الوحود متاع الوناس ولا أعريا معناها كريمان وثم زادة البناء الفوزوية على البحر ثم عمارات وثم ديال في دون لوف في وسط الماء دونك هذي الكل يأخذ معنا اعتبار لأن تونس عنا كي جي تشوف في آخر المطاف ألفين ومائتين ونتسعين كيلومتر كوت كي تاخد الجزر وتاخد كذلك هذا حسب لابال الدراسة الأخيرة اللي خارج العام الفيت وتاخد كذلك البرد من المختلف البلات اللي عنا في البلد عنا ستمائة كيلومتر تقريبا رملة بيذا فيهم الكل اشتر المتاحة مهدد بالنقلاص هذا اللي قالوا في كوب الأخير في الاجتماع وتونس قد تقرير مهم يسر اليوم بالحق ينزمنا تحسب أنه الحباس الحال فيه التفاع معناها ديجلاسيك بال قاعد ينزوب وقد الجبال وكذلك بشتاكل يسر من دخلة هذية ما نشو متأكدين اللي يعرف قليبية وعشر سنتالي مش قليبية كما توا ولي يعرف كذلك قربة ولا المعمولة ولا نابل شطل الشابين كليو عموا فيه العبيت ومعاتي سماش ريتها بالكل موضوع آخر كيف يرجع مرة أخرى إلى الساحة والتداول موضوع عملية الترحيل المهاجرين غير النظاميين مرة أخرى نرجو نحكي وعلى الموضوع هذية في تدوين لمجدي الكرباعي النائب عن المجلس المجمد يقول في تدوين له تتواصل عملية الترحيل لمهاجرين غير النظاميين من إيطاليا عبر الرحلات الجوية وحسب أرقام مزارة الداخلية الإيطالية يقدم العدد المرحلين من دول شمال إفريقيا خلال سنة 2021 تونس الأولى إفريقيا بـ 1872 مرحل مصر في المرتبة الثانية 231 مرحل المغرب 12 مرحل ثم الجزائر في المرتبة الرابعة بزوز مرحلين فقط هذية سنة 2021 دونك اليوم سوفيان مزالت العملية الترحيل متواصلة مرة أخرى شنو اللي قاعد يصير شنو اللي صار شنية الصفقة اللي تم الحديث عليها في الخفاء وشنية الشروط اليوم اللي قبلت بها تونس مقابل ترحيل المواطنين بتاحها في المقابل دول أخرى كما الجزائر والمغرب ومصر رفضين تماما ترحيل حتى عدد المرحلين مازال ضئيل وضئيل جدا هو شوف معتيك صح نسكيلات على الصفقة نظرنا ثم تواطئ مسؤولات تونسية في التعامل مع الثانيين في قضية ترحيل تواجه وثم كليك اتفاقيات بقاتل السلية حكي عليها المسجد كربائي وحكي عليها أطراف أخرى والإيطاليين الآن اخذوا منحا عيشوا في تون ثمتين يعيشوا بين الظهرانين أما هو يجي بياخهم معناه يجي عيش في تون ستوديو سبعة سونا ملايين عيش كمانا باب ونقبلهم أحلى ونسهلهم حاجات من الوقت بن علي عملهم إجراءات حتى معناها جبائية لسلحهم بش نعيتهم وثم فرانسي ثم إنجليز وثم غيرو موجودين في جلبة موجودين في المهدية في سوسة في تولس لكن الحق لما يبدو سمى صفقة كما قلت أنت وهي التواطئ واتفاق سري وأكثر من هذا قالوا لنا تقبلوا بشي لحلولكم وبشي أعطي لكم مسلاح اللي بشي تحاربوا به ذي لحلولكم يعني أحنا ودينا الجارديان بتاع الحمس وكذلك في التعامل مع إخواننا في القارة من أفريقيا الاشتوائية وأفريقيا الشبه الصحراوية وغرب أفريقيا خاصة يجيوا على تونس لأنه شرق أفريقيا يمشوا أساسا على مصر غرب أفريقيا معناها نيجيليا والمناطق هذيك والكورد إيفوار ومالي بيانسور والتشاد والنيجر وغيرو يجيوا على خط الجزائر وتونس ثم فيهم اللي يخذوا الخط بتاع المغرب وينظروا في أصعب بيسر وثم اللي يخذوا الخط بتاع ترابلس وتونس هذا ما معناها وتونس بيانسور خمم في جبل طرقي في تونس يعني أقل مسافة بشي مشي منها وطوام معناها قبل كانوا يطلعوا في باركو من بعد يكلموا من جيو هزو التضييين على ما يبدو بدلوا سياستهم وتقواوا في المسألة هذي ولات مسألة أمن داخلي وانتي تشوف انت حتى مثال في فرنسا أنا اليوم الصباح قلت مقال في نوفيل أبسيرفاتور على فاليلي بيكليس المترشحة والتي تقالت تمشي في الميدانة بتاح متحب تشبد عباد اللي هي تمثل اليمين الفرنساوي اللي عنده تقاليد جمهورية ويعقوبية وحاجات كما هكا وقيام الجمهورية واللي هما كما أقصى اليمين إيطاليا روقع فيها نفس الشي لأسف الشديد وحنا تونس أشياء من الميت قدام خاس المشكلة وأنه هذه السلطة عملت اتفاقات ومحكيتش عليها بربي شنية هالاتفاقات اللي تنجم تخلي تقبل ترحل متال تبلق تشبع به انتي سماء صفريات عمتال تبلق لا هاكو يجيب بوفيف المرحلية كان مرحلية حدوه كان مرحلية هذا اتفاق عبدت وصلت ترسي لو مش بالسيف خاتك تقوله ما نقبلش بيصير هاكو كيمالجزئر والمارس لو لو كان نهار يحكيه وعلى خاتلهم هادو كان مسكوت عنهم لو لو يتلو معهم الكلابين ياري بسيك فرش بدأوا يمشي مش كي بورسية يبدأوا تقذرهم وعندهم سبا فيه ودي جاء مجد الكرباء يحكي يقول حتى العباد اللي رحلوهم في الطائرات مربوطين يديهم معناهم قيدين بيديهم معاملة حتى التبرخة عربتينهم يفشخوا فيهم وطلين عندهم ترديشان بتاع عمفر وردبالك ايطاليا مهمشي مستسولين وسبا للور دونغلي فهمت تليني شابهونا ياسر بلات عصبنا كانتوا بعد ثورتهم هما كانوا تفرج في فيلم نوفيلي بلونانو قصة العملوها فليل طافياني كانوا يقصوا عباد يلعبوا بهم لبورتي كانوا يجيب وشي عيشوا عنا وكانوا لاجئين حتى الاربعينات وخمسينات القرن للدرجة هذي الخصة تونسي سوفيان للدرجة هذه الحكومة في هذا الملف أنا عندي عليها اللوم كبير ليزيل الخارجية لي لقيسة الجمهورية ولقيسة الحكومة تونسي يوسف الشهد والله أنا سلط مع جبتنيش لكن في قضية هذه نتذكر وقت قبل المستشارة الألمانية مش في صف هش عمل يوسف الشهد جاب زوز صحفيين ألمان من أكبر الجلائد الألمانية كيف تقول لانكفورترا ودائر بلوخوا معه في الطائرة فهو ماشي الألمانية هما ضربوا رحلة معه بلير نهاية اللي بيتقابله هي العشرة متع الصباح حلت الفران كروت ديتو قلنا عش سنية جليل تلقى الانترفيو يقول لها لا احنا ما نقبلوش بش نكون وجادر من بتاك يقول لي وقتها سيد وزير الخارجية السابق يقبل الوزير يقول سيفيان وزير خارجية هلمانيا يجبدي من يدي قال يش عمل تونس قال لي تجه الى لأي العام قال لهم احنا مش هزار درمية بتاع في هذه كان دائر حيت هنا نتذكر هنا يقول نحي موقف الحكومة من هذه المسألة سي يوسف الشهر خذ موقف شجاع خط تشوف تدفع على تونس مهما كنت نمشي معاك نجم نختلف معاك سياسي نختلف معاك فكري هما اذا كان الوطن نحن نتفقوا فيه اليوم هذه الحكومة بعملتها تحت الحيط عاملت اتفاقيات المدى الاخير انا والله عديتها في التنزل بالله العظيم شفت صياد تونسي باركم تحت صيادة تلاو عليه اكثر من خمسمائة تلقى يعني داعش لم يعملوش معاك وهو صياد معناها تونسي يخدم علمو انو طلين لو صم بلاسم المملون يبازول هذي باخذين هانا فاكن هانا ودير عنا الصيادة بتعرف الصيادة الكبار في تونس بعد جماعة تبول ما تحرم الصيادة في تونس يمشي ويستان حتى غادي والسلطة التونسية تغذو النظر على هذا لانو داخلين كتشوف انت المنطقة الحدودية بين وبينا طلين ثم منطقة منطقة تل هذو كان يدل طلين وثم خلاف بين وبينا في المسألة حتى في المياه الإقليمية يعني تسبح الكرابينية اللي تحمل باش يتحل المطار اللي يخدم بلا في ثلاث شرق وتحل باش قالوا تعرفش الجدير قالوا نزيد فيه يتعابل بتاريخة غير الإنسانية ما يجري يعطيه صحة تقريبا هو اللي ليه أكثر حتى من مسؤولي الدولة الموجودين اليوم بالملف لكن اعطينا وزير الخارجي اللي هو صامت عندنا مدة لم رأي وكذلك لدي الحكومة عليك قلنا أحلى يا أخي عملي بوندو بلس توجي فتحية تقول لك لحب نمشي أنا لحب 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 السوائد قل لك بالفضل يعطي لي الدكتوري اللي بتاعك في الطعام المعطر ينفي التوانسة كيفاش مش معناه لو نسرعوا باش الناس تمشي تحرق احنا نقول ولولدنا متحرقوش أما يريز كعلى المول كان لامر من عائلات من حقنا نعرف شنو الصفقة وشنو الاتفاق اللي صار من بنيتكم هاي اش قالولهم هما قال لما سيدي هانا باش نعطيوكم بالكويت باش تشدوا العبيد هذوك واعطاو للبحرية التونسية بالكويت باش يشدوا العبيد وتذكر رئيس الجمهورية وقت اللي مشال قرقنا وقت المهدية وقت وراء وحتى معنا الصور عداوها وابتلوا منيك بتول ذاك لها هاي قداش بعيد البدق الفلاني اي سمحني ياخي احنا خطر ريلا نطلين نخدمون المقدود البحرية المبدأ العام الثراء والثروة كما جيكش تمشي لها لك انا شخصيا اي سنة يحب يهاجر يقول حقه حق الانسان يمشي في الارض ذات الطولي ويحاكموهم ولا مرة في بلامج وليتها توا غدوا كنتحب نجيب لك السؤال يقول لك شوف الطلاين كيف شدوا دي زيمي جي كراندستان إيطاليا وطوليزي ويحاكم عليهم بالحبس وقت العاكلي كانت تحب توا الزمان تقلب الوقت وليتوا هكا ما غدوا مش تجي انتي وقت يزود مع لك ويطلال ما جيتوش هنا ياخي احنا مش وقت اللي بدأوا يزبحوا في اليهود والعصر الوسيط ليهود لجرانة ما هو اصلهم القرن من موجهنا من ايطاليا واستقبلناهم ولا ولادنا ويعيشوا معنا وجزء من التوانسة بتاعنا وعندهم حقوق التوانسة الكل واليهود لجرانة كما هم عندهم اليهود مقسومين في لجرانة وتوانسة فهمتني لكن سمحني على هذا المستوى اخر طرفت هو تلوم وهو على خاطر كل واحد يضرب على دروبوية لوم على المسؤولين متاع الدولة بتاعنا كسجان يخدموا بتوطئات يشري وشفت انت ساعتي هروا وزيد الداخلية بتاعهم وزيد خليجية ويجيوا يحكيوا مع رئيس الجمهورية ويطرحوا معناها مسائل سه يخي يجنو تلحو هالمسائل شنية هلا احلى كذلك نقبلوا فيكم ثم البيجي وقتلي بعد الثولة 25000 احنا وين نسيل وتياب وعادي يحكي لي كربالك قريب شايد قريب شايد قريب شايد شابيبها هجت مقرد حد ادخل حوام الشعبية في كل الولايات سوفيين معاش تلقى شابي البيجي قريب يا جماعة طوآنا 25000 عم نتولي هاو شوفوا مش حتى طلينا روح للكم بيهم وعملنا هاكا وهاكا وشوفوا وجاونا ناش من الهند وناش من نيجيريا وناش من بلدان اخرى يخدموا كانوا في ليبيا وعملنا وجنرال سوسيا عمل اكبر لابوراتوار عمل الف وثلاثبات عملية ولا قديها سيلوفار وغيروا قالوا مشوفوا حاشا عملنا وقتها عطاهم الفيزة تذكر لانو بيجي بشاو وضرب على الطاولة اما كيلقا كنتي الحيط الحيط موسيو موسيو مواجس ويه ليلاذ لبوني لاذ يقول لك ليلام تفس على هلاوة عربي ومسلم وافريقي لهم كيسبوا بعضهم ما احنا كنوقتي انا صغير ما قليت في تالي قليت في بيرو كي نبشيوا نتفرجوا في مالعدونا يا عم بيانسو الحبو مالعدونا يبدأوا جماعة روما يسيبوا في جماعة نابول يقولوا لما عرف فريكاني ما يبنس بديه فريقي يصدق والله العظيم يبدأ نزح كده عصحابي تليل قلوا منها تكيف تقفضل عليها تهك منتو ما طلعتوا كيف عرف فريكاني يا فريكاني يبدأ مكي وانا نبدأ حتى غالي يقول انتي اتالياني من نور ويركا نقول وي يقول هذا من مافيا يقول لي اه نحن نضحك عن مسأل لكن الحكومة متواطئها ولا تريد هاي نحن نحكي ما بشي هزول بهم يسم كل شي اعطيونا تصريح بهم احكيونا في مسوز هلونا بيان يخرج الصامة رسوية باسم الحكومة ويعمل استثناء ويحكي الشباب هذين بتاعنا اللي قال يتبركى لكل وعطاه وظيفة بشي يكون بخي يتفهم مع تحب يحكي بكل كل شية الدكتورية المتاكم في هذا التعامل لانه ثم ايهانات للشباب بتاعنا لو انسان مشا يطلب في الرزق ما هوش يمتكب بجرم يمكن عمل المخالفة وهو اجتاز خط الرسم بدون اه مسند معناها بسابرة ولا حالك مش معناها نعاملوه معاملة لا انسانية شكرا كل ما نختم بها ايطاليا كيمة تولوس ممزين على الوثيقة الدولية حول ضد العهد الدولي ضد اه اه اتفاقية الدولية ضد التعذيب والمعاملة الانسانية لا انسانية والمهينة ايه ايه معناها دي جرادان وبالتالي كي تسيب وانتي يقولوا في كلام لو انا انا جاتي معنومات يقول لي شو معناها الكلمة هذي لو يلقوا الناس منتحرين ما بين ضفرين في سجون اه اه ايطالية وكثرت حالة الانتحاد وحكينا عليها قبل وهما ساكنوا في القاعد يكونوا معلق في السماء مشنوق وملف طبي يختفي تماما نرى سمحني هذه الحكومة متواطئة في هذا الميدان وما عليها الا ان تجيب على الظنون الكبلة حول توطئها في صفقة وانه يا اخويا نشر معاك السلم وعاوني وكل شي وانتي عامل ولادي لا يا سيم تونسا ما تعملهم شي بهذه الطريقة لانه تونسا عنهم كرامة وعنهم عزة وعنهم انافة وليم شا يطلب في الرزق لو مش مجرم هما عاونوا داعش ويتليوا على العباد اللي قادرين يستدوا في الحوت للاسف اليوم دولتنا لتونسي شنو ينجم يصير فيه بسبب التخاذ الهذية وبسبب ضعف الدولة ضعف المسؤولين اليوم اللي موجودين على الكرسي على كل حال شكرا لك سوفين يعطيك الصحة شكرا لك من فريق البرنامج احنا كنسون نحن